بك يوسف ما هي أهم التطورات اليوم في خرسون وزابروجيا ربما الأبرز هو في منطقة زابروجيا بعد إعلان الجانب الروسي بأنه أحبط ما وصفه بمحاولة إنزال من طرف القوات الأوكرانية على متن عشر قوارب للاستلاء على محطة زابروجيا النووية الجانب الروسي قال بأنه كانت هناك معارك كبيرة في هذه المنطقة وتمكن من صد الهجوم الأوكراني وابعاد القوات الأوكرانية على هذه المنطقة وبالأخص منطقة محطة زابروجيا التي تسعى القوات الأوكرانية للسيطرة عليها في ظل الاتهامات المتبادلة بين الجانبين الروسي والأوكراني حول قصف منشأة محطة زابروجيا النووية وتعريض كل المنطقة لخطر النووي فيما يخص منطقة خرسون السلطات الموالية لروسيا في هذه المنطقة دعت إلى إجلاء المدنيين في أجزاء من هذه المدينة خشية ما وصفته بالهجوم الأوكراني الذي تحذر له القوات الأوكرانية والذي ستستهدف من خلالها القوات الأوكرانية طبعا بحسب ما تقول هذه السلطات والجانب الروسي يقولون بأن القوات الأوكرانية ستستهدف سد في هذه المنطقة ما سيعرض حياة المدنيين للخطر في تصريحات سابقة لقائد القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة سيرجي سوروذيكين قال بأن الأوضاع الميدانية في هذه العملية تبدو صعبة في الوقت الراهن نظرا لما وصفه بالعدو الذي يحاول اختراق الدفاعات الروسية في كل من كوبيانسك وفي كراسني للمان وكذلك في منطقة نيكلايف ما يستدعي من الجيش الروسي لتعزيز قواته ودعم الجيش بمعدات حديثة قائد القوات الروسية وصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها تسير وفق المخطط وبأن الجيش الروسي استعمل أسلحة تكتيكية عالية الجودة تحدث عن سواريخ فرط صوتية كالساروخ كينجل التي تعجز مضادات الدفاع الجوية الأوكرانية بحسب وصفه عن صد هذه السواريخ تحدث أيضا عن استعمال الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس من طراز سو سبعين وخمسين والدعم الكبير لسلاح الجو في هذه العملية العسكرية تحدث أيضا بأن الجيش الروسي يقوم بهذه العملية باستبعاد استهداف المدنين والعمل بشكل حذر لكنه قال بأن روسيا لا تستبعد اتخاذ قرارات صعبة في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شكرا لك مراسل غد يوسف بيقار كنت معنا من موسكو